مديد والحديث عن استعدادات الأهل للقاء السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي طيب احنا خلاص بنتكلم في ساعات قليلة النهاردة كان آخر مباراة ودية ويوم الجمهة هيكون السفر إلى الدوحة استعدادة لخوض المباراة اللي هتتلاقي بيوم الأربع اللي جاي زي النهاردة الساعة سبعة بتوقيت القاهرة طيب عشان نعرف أكتر وتفاصيل متعلقة بالاستعدادات والنهاردة كانت في مباراة ودية مع اسموحة انتهت منذ قليل بفوز النادي الأهل بخمسة أهداف مقابل هدف أذهب مباشرة إلى زميلي العزيزة فاروق صلاح من ملعب مختار التتشي بالجزيرة يطلعنا على كل الكواليس الخاصة بالمباراة الودية وكيف استعد الفريق لهذه المباراة عبر الهاتف زي منا فاروق صلاح مساء الخير يا فاروق مساء الخير زميلي محمد ده كل التحية ليك محمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتبعي الساشة التأخذنا في النهارة لكل مكان طيب اشرح بقى كده الكواليس المتاحة أو المعلومة اللي ممكن تكون متاحة للجمهور يعني نتيجة المباراة أجواء المباراة ممكن بيطش يكون استفاد بإيه في مباراة تصموحة المسحة الطبية النهاردة دي المعتمدة قبل الصفر يوم الجمعة استعدادة لمطشة الرجاء المغرب إن شاء الله يعني خليه في البداية محمد يعني نوضح يعني واجه الاتفادة طبعا من هذه المباراة أرام بالفريق وخاصة زي ستواح طبعا مباراة ودية غلب عليها الندية والحمس سواء من لعب المد الأهلي أو لعب فريق لكن في نوضح محمد يعني كان أمر أصر يعني استفام الكثير من الجماهير توقيتات لعب المباراة اللي ودية بالنسبة للنادي الأهلي يعني طبعا المباراة الأولى كانت أمام فريق طلاق الجيش كانت في نفس توقيت المباراة منتخب مصر أمام الأردن والنهاردة المباراة دي عفترب برضو في نفس التوقيت هو في نفس اليوم المتخب المصري بيضاقي المتخب المصري بزور مصري نهاية طبعا حتمنى التوفير المتحمط لكن الأمر ده محمد يعني مش من قبيل الصدفة ده الأمر ده يعني من محسوب ومتحدث بالتسبة للجهاز الفاني وبالتنسي طبعا المخطف الأحمال لكامل له أن نفس اللعيبة بتاع السنادر عائلة تكون لعدى نفس الحمل أو الأحمال بنفس الوحدة سواء مباراة مع المتخب المصري أو أيضا اللعبين يكونوا عندهم نفس الحمل بتاع المباراة لذلك كان مصر بيض المسلماني يعني الراجل قاصد اللي يكون المباراة الأولى أمام الجيش في نفس التوقيت وأيضا المباراة اليوم أمام فريق سموحة خلينا أقولك أن المباراة من نهارنا طبعا المباراة قوي جدا فيها يعني أوجو استفادة كتير من نفس طبعا هو ابتدى المباراة بتشكيل مكون من علي نطفي في حص المرمى قدامه تليم الساكين ياسر إبراهيم ورام ربيعة فيليمين محمد هاني ولعب كريم فؤاد المهارنا في مركز الزهير الأيصر اللي ظهر بشكل أكثر من رائع نفس ملعب لعب أليو جينج وعمار حمدي قدامه كان طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وميكي سوني وراس الحار مأبير كتاو تقدر تقول للنادلالي من دائرة اللقاء الحمس والجبين اللي عند اللعبين إذن النادلالي أنه تقدم بهدف في الديقة ستتاشر عن طريق ميكسوني ثم هدف تاني عن طريق بير ستاو في الديقة أربعة وعشرين ثم هدف في الديقة تسعة وعشرين عن طريق عمار حمدي مع اختراب الشكلة أولى محمد من النهاية كان فيه إصابة لكريم فؤاد خرج من أرض المنعب دكتور رحمد أبو عبدت طميننا من خلاله على كريم فؤاد فكريم فؤاد قال لكاذمة بسيطة وهو صدى لأنه هو يريح لكن إن شاء الله يكون موجود مع الفريق إن شاء الله في الصفر إن شاء الله للمجرات يعني تصدى للجزاء يعني تصدى للجزاء النعب عبد الكبير هو مدين ولكن تصدى بضرع علي نطفي وأنقذ مرمى من هدف وهي كان أخي تاني الشوط الأول مع بداية الشوط الثاني عمل مجموعة تبديلات أحمد مبيل كان نزل طبعا بدينا الكريم ومفؤاد ونزل حسام حسن ووليد سليمان ومصطفى شبير ومحمد حسام نيدو بدلا من البرس تاني وحسين مشحاته علي نطفي وطهر محمد طهر قدر النادي الأهلي أنه يحرز هدفين في الشوط التاني هدف عن طريق حسام حسن هدف أكثر من رأة أعجب أن أطمنك حسام حسن النهاردة بيظهر بشورة أكثر من رأة أيضا هدف خامس كان من ضرب الجزاء لوليد سليمان الهدف الوحيد لفريق سموحة كان أحرازه اللعب باتيلة أطمنك أن معظم اللعيبة النهاردة كلها بيظهر بشكل أكثر من رأة مستر بيتسو نيسماني بدأ المضرب الجيم طريق 4-2-3-1 وأنهاها طريق 3-4-3 طيب فاروق في مرونة طدر أمام طيب عشان برضه تأكد من شكل المباراة والنتيجة نتيجة كبيرة وسموحة من الفرق المميزة في الدور الممتاز هل سموحة كان بيلعب بالفلسطين ولا كان فيه راحة العلد كبير من اللعيبة لا أقدر أقولك السموحة النهاردة بيلعب بالفريق الأساسي يعني هو بدأ النقاء بالنهاني سليمان في حراسة المرمى كان قدامه أحمد جمال وأحمد رموان بيكهم وخريد عبد الفتاح ومحمد شكري نص الملعب كان محمد داكاناريا وحديم وخواجه قدامه مع عبد الكبير الوادي ولعب أحمد فريق وفاه بجمعة يعني بدأ بالتشكيل بالقوام الأساسي الفريق سموحة بنجيب عنه من سموحة لعيبة لكن بس الكابتن من أحمد ثاني دفع بيوت الشروط التاني سواء لما شفنا اللعب أحمد حمص أو محمود عزر يعني بدأ طول القوام الأساسي سموحة يريعب على مدارة سموحة يريعب على مدارة سموحة يريعب على مدارة يا الله أحمد أكيد طيب فكرة المباراة لودية أنت قلت يا فاروق عشان اللعيبة اللي بتلعب برى الأجندة أو برى مباراة كأس العرب تكون بنفس اللياقة أو بنفس الحمل البدن اللي خدوا اللعيبة اللي بتلعب في منتخبنا الوطني هل لما الفريق سافر إن شاء الله يوم الجمعة هل هينتظر بقى عشان الفريق يكتمل الصفوف ويبدأوا تدريبات جماعية على تكتك معين ولا بيتسو أصلا اشتغل على مباراة السوبر من هنا بدون الدخول في التفاصيل الفنية بس أنا عايز أعرف هل يشتغل على المجموعة اللي هنا استعداداً لمطش الرجاء ولا مأجل كل ده لما تكتمل الصفوف يوم السبت أو الحد اللي جاي في الدوحة بص يا محمد يعني عشان نوضح الأمر ده مستر بيتسو مسماني خلال الفترة اللي تفاكت بيشتغل على بعض الأمور التفاكت مباراة الرجاء تماماً هينتظر مال القوام عندما هم العبل اللي بتفاكت وقالباً عايب عنه وهنا قدريبانون طبعاً اللي موجود هناك تفاكت وصول للدهسة ليه هتمل الشغل اللي تفني لكن الثاني الأيام اللي تفني لمطش اللي جيش خلال النهاردة بعض الأمور اللي تفنيها طبعاً تعرف احنا مش هنقل فيها بيشتغل على هذا الأمر كمان يا محمد عملت ان انا اغير طريق النار من أربعة ثلاثة وحد ثلاثة أربعة ثلاثة عمدار المباراة كلها أمور بيدي اللي قولنا تفنيها لأيضاً يعني النهاردة لما بيجرب بكريم سلسة ومركز الظهير للأيطر واحد من العبل اللي قول لك بشكل محمد محمود اللي أقول يشتغل بدا مع انتظار ان شاء الله استكمال اللاعبين والضمام ومن شاء الله في الدوحة برضو يا حمد عشان يعني نحط الجماهير في الصورة الفريق طبعاً غداً هيحصل على راحة طبعاً كان فيه مشحة النهاردة من اللاعبين مسحة الصفر تمام من الدكتور رحمد أبو عبلا اللي ان شاء الله يعني نتيجة المسحة الطبية طبنت أيضاً من خلاله منه ويادة اللي مفيش أدنى مشكلة المفصيطة أنا خضلت إن أنا رياحه أيضاً عمار حمدي عمار حمدي كان كان مفصيطة لكن كان من المباراة ما فيهش أدنى مشكلة طمني برضو يا حمد عشان برضو الجماهير كان أحمد عبدالقادر مصاب طبعاً ما قال لي خلاص أحمد عبدالقادر بالنحط بيه أصبح جاز وإن شاء الله يكون جاز مع الفريق السفر لمباراة الرجاء طبعاً النادي الأهلي خلال ساعات هيعلن القائمة إن شاء الله لتتجه إلى الدوحة الطيران إن شاء الله سيكون الإقلاع في تمام الساعة الرابعة عصراً ستجه النادي الأهلي إلى الدوحة لملاقات الرجاء وإن شاء الله محمد الفريق يرجع مكلل بالانفصار بإذن الله طيب فاروق سؤال سريع وإجابة سريعة الأهلي هيسافر بالقائمة الخاصة بالمباراة العشرين لا عف فقط ولا ممكن يسافر بأكبر عدد لأنه ممكن يحدد القائمة وهو في الدوحة هناك يعني هل استقرر على القائمة ويرسلها للكاف قبل ما يسافر ولا ممكن ياخد عدد أكتر ويحدد العشرين اللي هيلعبه المطش وهو موجود في الدوحة النهاردة محمد تقدر تقول إن اللعبين عملوا المسحة الطبية بالتالي النادي الأهلي هياخد أكبر عدد ممكن للمسحة للعبين طبعاً هيتم يرسل القائمة هناك وفي الدوحة بإذن الله أكيد زميل العزيزة فاروق صلاح بشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات والإضاحات وكل التفاصيل خاصة بلقاء سموحة والاستعداد للسفر إلى الدوحة يوم الجمعة وإناها معاكم في هذه الفقرة شكراً جزيلاً